عزيزي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حقق حلمك معنا على قناة الصحة والجمال اللي بتساهم معنا في تحقيق احلم بنبتدي برنامجنا النهاردة وبنتكلم عن الحلم الحلم كلمة بسيطة جدا لكن معناها عظيم وكبير وكل حلم ليه لون وكل حلم ليه طعم مختلف وليه ادوات لازم ندور على الادوات دي عشان نقدر نحقق بها احلمنا عمر ما الحلم بيقف عند سن ممكن الطفل يحلم ممكن الكبير يحلم الحلم ده مدى طويل جدا ومن حق كمان اي طفل او اي شاب انه يحلم وممكن ان احنا نحلم طول عمرنا لغاية اخر نبضة في حياتنا الحلم ملوش حدود المهم ان احنا نحلم ونقدر نحقق الحلم ده الاحلام ولا صعبة ولا مستحيل تحققها وزي ما عودناكم من خلال برنامج حقق حلمك معنا ان احنا بنمد ايدينا لكم ولكل واحد فيكم اللي عنده موهبة عايز يظهرها اللي عنده قصة كفاح وعايز يعرفها للمشاهدين اللي عنده مشكلة ومش لقيلها حل اللي عنده طموح ونفسه يحققه عايزة تخصي ويبقى شكل جميل وحلوة خليكي معايا في برنامجي حقق حلمك معنا احلموا انتوا بس ويسيبوا الباقي علينا عايزين مشاهدين عايزة اسألكم سؤال محيرني جدا نفسي عرف له اجابة ايه اللي ممكن يحصل لو احنا بطلنا نحلم الاجابة بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل ايه رأيكم في موضوع ان فعلا ان احنا لو بطلنا فعلا نحمد لو بطلنا نحلم حلمد حلمنا النهاردة مميز جدا لان دفنا رمز من رموز العطاء ونموذج مشرف جدا للعمل الدبلوماسي المتميز انسان مخلص ومحب الوطن انا شخصيا اتشرفت بي جدا دف حلقتنا المستشار ريدا الحبشي مستشار العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية بالمجلس الاقتصادي العربي التابع لجامعة الدول العربية اهلا بك سعادة المستشار شرفتني جدا ونورتني اتشرفت بيك بجد في برنامجي اتشرف لي يا فنة احنا النهاردة هنتكلم مع المستشار على موضوع مهم جدا موضوع الساعة اللي قلقنا كلنا اللي عامل لنا حالة رعب اللي بيعيشها العالم واللي احنا كلنا عايشينه في بيتنا بسبب ازمة كورونا والتخوف من موجة تانية واحنا مش عارفين حتى الموجة التانية لو جت هيحصل فيها ايه حيجاوبنا على السؤال ده المستشار رضا الحبشي وكمان هنتكلم معي في موضوع هل تقرب الكوارث والاوبئة بين الشعوب اهلا وسهلا بك سعادة المستشار وانا عايزة ابتدي معاك كده في السؤال الاول بتاعي يعني في دلوقتي حالة رعبة في العالم كله وروح ده حياة الاف كتير جدا وطبعا يعني ناس مشهورة وناس معروفة زي مثلا الله يرحمة رجائك جدا وناس كتير يعني القريب يعني بس طبعا احنا متيالي ان احنا كدولة برضو كنا على خطورة شوية متيالي الحمد لله كان فيه تصدس جامد للأزمة وكده فانا عايزة بس عارف من حضرتك يعني قصة كورونا ايه كده بالضبط لقولهين طبعا انا فنم بس في الاول استأذن حضرتك ان انا اقول للاخوة الاخباط كل عام وانت طيبين بانتهاء صعوبهم من العزراء ونقول لاخواتنا المسلمين كل عام وانت طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد اولا الكورونا او جائحة الكورونا جديدة على العالم ما حصلش قبل كده ان فيه مرض او وباء انتشر بالطريقة دي فده خلى الدول المتقدمة وبتخطط لكل شيء عامل لكل شيء خطة كل حساباتها اتغيرت بسبب الايه الانتشار السريع للمرض طبعا ده يعني بدأ يوم تسعة اتناشر 2019 في الصين وفي مدينة وهان الصينية والصين قفلت على نفسها ومددتش اي حاجة وكله كان بيتابع من بعيد كنا نسمع يقوله مش علي يقوله المرض سبب واكل المرض سبب وفيروس معين كانت الصين قفل على نفسها مفيش حد يعرف عنها اي حاجة طبعا ده لما ابتدى في 28 فبراير نسمع عن الكارثة الكبيرة اللي انتشرت بسبب ان كان فيه ناس زوار في الصين من دول العالم كلها فكانت انتشر الوباء في البلاد دي لغات لما احنا وصلنا في 15 ابريل 2020 إلى 158 دولة يعني ما يقارب العالم كله فديت بقت جائحة وما بقناش عارفين نعمل ايه طيب نتكلم هل كورونا مرض سهل ان احنا نسيطر عليه اكيد نقدر نسيطر عليه طبعا فيه ابحاث عالمية بتنعمل على كده وفيه اه تعاون دولي بنعمل لكده وفيه ابتدى ابتدين نسمع ان فيه اه تجارب سريرية على على المصل طيب نيجي تاني نقول ان هل العلاقات الدولية اتأثرت بالجائحة ديه انا انت اتأثرت بالنسبة لتخصصي طبعا تأثرت اتأثرت وفيه دول خدتها لنفسها خدت الموضوع انها تصلح سورتها على مستوى العالم ودول تانية من طبعا انها بتتعاون مع البشرية في الحياة الافضل تمام يعني نتكلم مثلا في الاول على اه تركيا تركيا اه خدت الموضوع انها ابتدت تساعد الدول في افريقيا وفي البلقان عشان تحسن سورتها في الاتحاد الاوروبي عشان كان فيه نبرة اه شديدة مع اه تركيا ورفض تام لدخولها في الاتحاد الاوروبي فابتدت تساعد ابتدت النبرة تتغير ابتدت الاتحاد الاوروبي يبص لتركيا بمنظور تاني غير المنظور الاولاني طيب وفي افريقيا ابتدت برضو تدي مساعدات لافريقيا طيب روسيا روسيا هي بينها وبين الاتحاد الاوروبي برضو سورتها ما كانتش كويسة او المنظور بتاعها ما كانش كويس ودول البلقان نفس الكلام فابتدت هي تدي مساعدات فابتدت النظرة تتغير وبتدينا نشوف روسيا تمدي ايديها ما تستناش مقابل في الوقت الحالي لان طول عمرنا عارفين ان الدول الاستعمارية في العالم كله بتاخد المقابل بتاعها اما فرنسا فبرضو عملت نفس الحكاية مع دول المستعمارة بتاعتها قبل كده يعني مثلا ايه في افريقيا بتساعد افريقيا ليه لانها كان لها مستعمارات في افريقيا الولايات المتحدة الامريكية خدت نهج في الاول خالص فاول لما ظهر المرض خدته نهج تاني خالص بقت تساعد ايه الصحة العالمية لما ابتدت الصحة العالمية ما بتديش المعلومات الكافية عن المرض للولايات المتحدة الامريكية ابتدت تغير من النهج بتاعها احنا في مصر خدناها برضو ان احنا اولا احنا شعب محب للبشرين جدا وعندنا رئيس الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا عليه الحمد لله شخص انسان في الاول وقائد وطبعا انسان لا يعني بالدرجة الاولى هو ساعد بدون اي حاجة اوه ما انا عايزة كنت اسأل حادثك برضو اتفردك يعني الدولة المصرية فعلا كان لها دور مشرف في موضوع فيروس كورونا بس حدك شايف انه فعلا هي نجحت نجحت طبعا في تصدي للازمة يعني نقول لحضرتك حاجة مفيش حد نقدر نقول عليه ان هو نجح في التصدي للازمة لعندي لسه لغاية دلوقتي مفيش مصر معين بس حتى الفترة اللي احنا قلنا يعني الفترة اللي فاتت انا مع حضرتك حالا مفيش حد نجح بنسبة 100% او نسبة 80% او نسبة 70% لكن اهل احنا قدرنا نسيطر على الانتشار عشان ما يوصلش زي البرازيل وزي ايطاليا وزي الدول الاخرى نعم ليه؟ اول حاجة حب الشعب الكبير للساد الرئيس اتشار وهو سي يعني لما ندى وقال عايزين نتعاون ان احنا نقدر نقى قدام هذا الوباء الشعب لبة لبة ازاي هل هو عمل ايه؟ ابتدى يسمع الكلام ينصع بالمطهرات والاقنعة وكل الاحترازات احنا دلوقتي الساد الرئيس برضو ما اكتفاش بكده لما عرفنا ان الصين ابتدأ الموضوع عندها كبير جدا هل الصين محتاجة مشاعدات؟ لا بس هو بيقدم مشاعدات قدم المشاعدات ديت علشان خاطر يقوّل العلاقة الدولية والديبلوماسية علشان كده ايه العلاقات الدولية بينهم وبين الصين بقت متشعبة في التجارة العلاقات التجارية العلاقات الدبلوماسية العلاقات السياسية كل شيء ابتدنا مع بعض بقينا من الشريك متحد مع بعض طيب جينا بصينا في ايطاليا طيب كل استغرب احنا هنودي ايطاليا نحن هنودي ايطاليا لازم ليه لاني الخلايا اللي هي الاكترونية حربت مصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع روجيني فابتدى الشعب الايطالي ياخد من الشعب المصري تخوف فنحن نبعث مشاعدات لايطاليا بالكمية ديت واحنا نعتبر ان احنا يعني اقل منهم في حاجات كتير واخدبال حضرتك اه فعلا فان احنا نودي وكميات واخدبال حضرتك احنا كده بندى عربون محبة لان كل اللي بنقول للشعب الايطالي اللي انتو شمعتوه عن المصريين كله خطأ وكله كلام كتائب اكترونية مش طبع المصريين الغدر أو الخيانة يعني حضرتك شايف ان احنا فعلا يعني الى حد ما فعلا وجهنا الازمة وجهناها عبداليل ان دلوقتي المناسبة بتقل عندنا النسبة كانت وصلت ألافات تدت تنزل إلى ميات واجهناها أول حاجة بالتعاون بالمحبة أنا لما بيبقى جاري أو صديقي أو باشي جنب مني بقول له إلبس الكمام طهر إيدك بقى اتحاد مننا كلنا إن إحنا عايزين نعمل كده حصل بنا تقارب كأفراد الأمراض تقرب الشعوب من بعدها والأوبئة يعني أنا لو جاري تعباني هروح له حتى لو بينه وبينه مشاكل والأحزان بتقرب أكتر يعني أنا ممكن يكون فيه مناسبة مفرحة عند جاري ممكن مروحش لكن لو عنده مناسبة محسنة لازم نكون وقف جنب منه فهي الأحزان والأوبئة تقارب ما بين البشر بعضهم لبعض أنا يعني نيابة عن فريق البرنامج بشكر الدولة المصرية وبشكر الرئيس وبشكر الجيش والشرطة بشكر جميع أجهزة الدولة الجيش الأبيض الفترة اللي فاتت دي كانت فترة عصيبة جدا وإحنا الحمد لله التعاوننا كلنا مع بعض فأنا بشكرهم جدا 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 على الدور اللي أموا بيه الفترة اللي فاتت وعايزة يعني أتكلم مع حضرتك بعد كده على الدور العالمي بقى سواء كان من معظمة الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية في التصدي الفيروس كورونا العالم كله تعرض لعملية حجب معلومات يعني الصين حجبت كل المعلومات عن الجائحة لغاية لما ابتدت تظهر في العالم في دول أخرى ابتدوا يحللوا إيه هو الوباء ده أو كورونا طبعا منظمة الصحة العالمية كانت منع الدول من تشريح الجسامين بتاعت المتوفيين فده طبعا عمل برضو بالسلب بالنسبة للعلم وقف العلم كده وقف طب أنا حللت طب أنا عايزة أشوف هو بيعمل إيه في الجسم من جوا عايزة أعرف الفيروس دوت بمدى خطورته في الجسم من الداخل إيه هو لغاية لما تجرأت إيطاليا وفعلا قامت بالتشريح ابتدت العملية بعد ما كانت ضبابية بالنسبة للعلم ابتدت تنور أو ابتدت نحط عليها سبوت بقينا نعرف إيه هو ناين اللي هو الكورونا قد بالحضرتك بقينا نعرفه بقينا عرفنا إيه هو الكورونا بقينا دلوقتي بيشوفوله علاج بيشوفوله الأول حاجة قاله البلازمة من المتعفين آه أنا شايفة كان حافي فترة كده قاله طب ناخد وصلنا له إزاي وصلنا له إزاي وصلنا البلازمة إيه؟ من التشريح ومن التحليل آه تماما يعرفنا إن البلازمة بتقدر تقاوم هذا المكروب أو هذا الفيروس فالعملية بعد ما كانت ضبابية زي ما قلنا ابتدى إيه العلم يتوسع فيها وخلال شهور بسيطة ممكن يكون فيه مصل شافي إن شاء الله فيه بالنسبة ليه الكورونا بإذن الله حادث متوقع كده؟ آآ ممكن يكون فيه أسرع من كده إن شاء الله طب ممكن تقول لي مين الدولة اللي ممكن تنتجه؟ سؤال بقى كده يعني يعني آآ يعني إحنا من الأول نتبنناها تكون مصر يعني ليه؟ حادث متوقع إن إحنا ممكن يعني آآ طبعا أما شايفة إن إحنا عندنا ما شاء الله يعني آآ دماء كتير وشايفة يعني آآ فيه تطور جامد عندنا في مصر يعني إحنا آآ فيه ناس تقولك لا إحنا ما شاء الله يعني بش أفا أني مقول لحضرتك حاجة أولا إحنا شعب صبور فعلا وشعب ومبدع مبدع زي ما بنقول صدقين إحنا عندنا علماء آآ يعني كويسين جدا 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 ولو بصينا نلاقي العلماء بتوعنا أكتر من أكتر دول العالم اللي قد نبلي آآ فإحنا لأ إحنا نقدر إن شاء الله بإذن الله إحنا عندنا من العلماء الكبار مثلا زي أحمد زويل زي دكتور مجدي عقوب عندنا يعني علماء كبار يعني عموما ومتنوها لو حضرتك الشبطية في الجراحة الدكتور مجدي عقوب ربنا يدول طول 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 عمر والصحة يا رب آآ الله يرحمه الدكتور زويل طبعا آآ في القياسات آآ وعندنا مبدعين إحنا ليه متشائمين إن إحنا نقدر نجيب مصلة لكورونا ليه يعني؟ لا ده بالعكس إحنا ممكن نوصل قبل أي دولة يا رب وده طموحي ونفسي ويمكن ثلاث تربع المصريين بيدعوا بقلوب بيضاء لله سبحانه وتعالى إن إحنا اللي نقدر نجيبه لأن بأمانة إحنا مش نقدر نحوشه عن العالم لكن لو في أي دولة اختراعته هتجر بيه هتجر بيه هتجر بيه بالنسبة للدول الأخرى لكن إحنا ممكن ندولهم بشعر التكلفة لأن إحنا عندنا قائد رحيم رحيم جداً ربنا سبحانه وتعالى دبي فيه الرحمة للبشرية أكيد الحمد لله على كل حيث السؤال بقى اللي أنا عايزة أسأله حضرتك يعني هو مش من اختصاصك قوي يعني بس هنحاول إن إحنا نوصل كده لحل يعني الفشل في اكتشاف العلاج يعني من منظمة الصحة العالمية ده رعب ناس كتير جداً شايفة إن وضوع ده إزاي؟ مفيش فشل الفشل اللي خيتت أنا شايفاً يعني إحنا ليس ما وصلنا واش بس أقول لحضرتك حاجة مفيش علاج بيوصل مرة واحدة ده فيه تجارب كتير ده يعني ده المفروض يعني إنه لو ظهر كمان خمس سنين يبقى ناجحوا لكن هم من بيسابقوا الزمن مفيش فشل الفشل اللي أنت ما تعرفيش الفشل اللي أنت ما تقدريش تجد أنت هتنجحي ليه؟ لأن أنا قلت حضرتك ده في الأول كانوا منعين حاجات معينة التشريح كان ممنوع التحليل ممنوع والصين كانت قفلة خالص عن أي معلومة أي معلومة عن الفيروس فبالتالي إحنا لا بالعكس ما فيش فشل إن شاء الله زي إحنا والصحة العالمية بتمد يد العون للدول كلها وبتمد العلماء بما يأتيها من معلومات للفيروس لا فيش فشل إن شاء الله بإذن الله طب الأمراض والأوبئة الفترة اللي فاتت طبعا إحنا عايزين نعرف إزاي قربت أكتر بين الشعوب الفترة اللي فاتت ماليش أنا عايزة أرجع للموضوع ده تاني لأنه موضوع حلقتنا فأنا عايزة يعني إيه أتكلم أكتر باستفادة عنه يعني مستفى لو خدنا الوباء دوت إن هو هنقسمه ثلاثة حاجات أولا علاقة دولية ثانيا علاقة اقتصادية ثالثا علاقة إنسانية طيب العلاقة الدولية زي ما أنا قلت في أول كلامي إن في دول غيرت من المنهج بتاعها قال إنها بعد ما كانت إنها بتتحكم في كل حاجة كسلاحة يعني كانت التجارة كلها أسلحة طائرات دبابات لكن دلوقتي تغيرت ما بقتش تجارة بقت مساعدات يبقى ديهات إيه؟ ديهات الدولية تمام لو رجعنا تاني زي ما قلنا لمصر بالعكس صورتها تحسنت جدا عند المواطن الإيطالي اللي هو كان بيسمع لبعض الكتائب الإلكترونية روسيا ابتدت برضو علاقتها الدولية تبقى مع دول البلقان ودول إفريقيا أقوى لأنها كانت متبعدة لأن لما فترة تفكك للتحاد السوفيتي ابتدت روسيا تقع تمام وابتدت تنكري في العالم كله لكن بفضل برضو الحكمة لرئيسها بوتين برضو ابتدت إيه؟ ترجع تاني لمكانتها الطبيعية وابتدت لحضرتك وابتدت لفيروس دوت يبتدى يخليها تخرج لأن احنا نعرف عن الناس بتقول على الشعب الروسي إنه شحيحي ولكن أثبت بالعمل إنه هو مش شحيحي إنه هو خير وابتدت لحضرتك ويدأ مساعدات طيب أمريكا كانت بتدي منظمة الصحة العالمية فقط بعد كده غيرت الاتجاه بتاعتها وابتدت تدي دول العالم واخد دبال حضرتك نيجي فيه شق سياسي شق سياسي المعارضة في الدول ابتدت تاخد الموضوع دوت إنها تهدم القصاد منها في الانتخابات يعني مثلا نبص دلوقتي الحزبين المتنحرين في أمريكا بيحربوا رئيس ترامب إنه هو فشل في محاربة انتجار الفيروس واخد دبال حضرتك واخدينها زريعة واخدينها في أول البرنامج الانتخابي بتاعهم على كده طيب وفيه مثلا دول زي فرنسا برضو ابتدت برضو المعارضة فيها تقودها للسلب وليس الإجابة لكن تبص بقى هنا وهنا وتعالي المصر شوية طيب الحمد لله رب العالمين إحنا ما عندناش حد خرج برا الصف خالص إلا الحمد لله إلا اللي هم بيتكلموا في بلاد أخرى وعايزين يبينوا كل شيء صغير يبينوه كبير علشان يهدموا الدولة المصرية قداني بقولوا بيستقودوا بقى الحاجات هوا يعنيش عارفة لكن الحمد لله رب العالمين لو أنت بصيتي من أخصى الصعيد لغاية إسكندرية هتلاقينا كلنا مفيش حد اختلف ما شفناش حد قال أنا مش هلبس الكامير مع تراضا خالص ما شفناش حد قالك لأ أنا مش هعطه صبير تواصلواه بيجيبلي حساسية ما شفناش حد ما شفناش في الوقت دوت أي نزعة عنصرية يمكن في العالم كله في نزعات عنصرية في نزعات دينية هتيلف مصر مرة إن في نزعة دينية بالعكس خالص إحنا متخذ بينا المثل والعزو إن إحنا الشعب الوحيد اللي عنده المسيحي زي المسلم ده له نفس المميزات وده له نفس المميزات فمش يقدروا يفرقون عن بعضنا أبدا أكيد لا كورونا ولا غير كورونا إن إحنا بنحب القائد بتاعنا أكيد يمكن الدول اللي برك اللي حصل فيها مشاكل حصلت من كده إن هم مش متحديين مع بعض ده رأيي يعني نقول مثلا سربيا رأيي حضرتك إيه؟ أنا أقول لحضرتك سربيا تمام نازعة دينية اللي حصل فيها نازعة دينية يعني مسباحة بريسينتين بريسينتين المزابع اللي حصلت في سربيا ومسباحة سربيا نتشا وكل ده كنت نزع لينية وهم إحناش عارفين هم من بيحربوا بعض عليهم هو ده بيصلي وده بيصلي طب إنت عايش تتباحه ليه؟ طب لو بصينا تاني برضو أقباط موتوا بعض في سربيا طب إنت على أنه عقيدة طب دول نفس العقيدة يعني نفس العقيدة بتاعتك طب موته ليه؟ هو عنشورية فقط لو بصينا لأمريكا اللون اللون بواقع دور تاني في أمريكا طب إنت على حضرتك زنوب فرنسا يمكن متقربة من البحر المتوسط يعني إيه مفهاش النازع عدي شوي طب إنت على حضرتك لكن نحمد ربنا سبحانه وتعالى أن إحنا في لحمة في الوطن أن في لحمة ما بين المسلمين والأقباط فده مش هي يعني يعني ده شدد من أزلنا شوي نيجي ليه الشق التاني اللي هو الشق الاقتصادي الشق الاقتصادي إن دلوقتي أنا لما أدي مساعدة بحافظ على السوق بتاعي في البلد اللي أنا يعني أنا كبلد منحة بحافظ على السوق بتاعي في البلد الممنوح لها يعني مثلا إيه أنا في إيطاليا ما قلتش بصدر في إيطاليا دلوقتي هتصدر في إيطاليا بود لإفريقيا لدول إفريقيا هود لدول إفريقيا بحافظ على السوق بتاعي فرنسا خدت نفس النهج إنها بتحافظ على السوق بتاعها في الدول اللي هي كانت مستعمرها أمريكا نفس الشيء روسيا نفس الشيء فديت إيه شق اقتصادي بحت عشان أوسع من السوق بتاعي في الدول الأخرى فأنا كنت بدل منحة ومنش بستني لأن المنح ما فيهاش فلوس فأنا بديك مش بستني حاجة فعشان كده ديات إيه ده اقتصاد أما بالنسبة للشق الإنساني ما فيش حد فينا ما صعبش عليه مريض كورونا لا دعم ما فيش حد ما فيش إنسان في العالم حتى القتل ما شافش مريض كورونا هو بيتعذب قدام منه وما دمعش أكيد فده يعني ده شق إنساني بحت فعشان كده بنقول الأوبئة تقرب ما بين الشعوب وتبني علاقات دولية وعلاقات دبلوماسية وعلاقات إنسانية قوية لأن هو كان من الفيروس يعني أنا شايفة يعني أعراضه صعبة جدا يعني لما إحنا مثلا كنا بنزور حد في بيت أو مثلا لو حد مثلا منعزل وبنكلمه وكلام ده منسمع أعراض أعراض يعني مش أقول لحضر بتاك حاجة من نجاح الدولة المصرية إنها لما عملت مستشفيات العزل منعت نهائيا الزيارة لكن في دولة أخرى كان في زيارة طيب منعت الزيارة وشالت كل حاجة كل حاجة عن كهل أهل المريض كانت بتودي بتعمل الأطعمة بتعمل المصلات بتعمل كل شيء قامت بالدولة المصرية كانوا أهلو بيقابلوه فين؟ بيقابلوه برا على باب المستشفى العزل بينه وبين مستشفى العزل كيلو مين اللي كان بيخرج معاه؟ الجيش العظيم الجيش الأبيض الجيش اللي قام بدوره بدور قوي جدا 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 وأنا هنا بطلب من سيد الرئيس تكريم بعض الكوادر اللي قاموا بهذا بهذا الدور العظيم فعلا وانحنا يعني بصراحه شايفة إن احنا برضو خاسرنا منهم يعني معنى عندنا شهداء يعني عندنا شهداء من الجيش اللتي حان زيهم عندنا شهداء من الجيش وعندنا شهداء من الشرطة وعندنا شهداء من القضاء يعني عندنا شهداء من كل مفاصل الدولة فعلا كل الناس اللي كانت تنزل شغلها احنا بنقول ان احنا لما بنطالب بتكريم حد عمل شيء كويس للوطن احنا بنطالب بتكريمه ومننساش ابدا اهل الشهداء فعلا من برضو من انجليش الابيض ودات كانت مبادرة انبياء السيد الرئيس وبعت مندوب عنه لكل شهيد من شهداء الاجليش الابيض وده كانت موجودة جالية في العيد الاطحى الماضي انا متوقعا يعني ده محطوط في الخطة بس ممكن يكونوا بس متأجلة لما نشوف الدنيا حترسل فيلم تهياء لي السيد الرئيسة فاني ما بيسيبش حاجة انا شايفة بصراحة ما شاء الله يعني ما فيه دولة في العالم في الجائحة اللي احنا فيها دي بيتم فيها افتتاح مشاريع احنا عندنا مشاريع قائمة عندنا مشاريع شغالة كل يوم بيفتح مشاريع في كل المجالات في كل حاجة في كل حاجة هو خد على العطق بتاعه وعلى كاهله ان هو يرتقي بالوطن انا عايز اقول حالك مثلا مثلا انا من اسكندرية انا ابتدت انبهر بحاجات بتحصل في منطقة الجمالي زي مثلا العشوائيات اتعامل عندنا بشار الخير الرئيسة كان افتتاح البترة اللي فيتت اتعامل عندنا محور المحمودية ده احنا عندنا كتب البلد مخنوقة بشكل فضيح الدنيا ده من اسكندرية تختار في تخوص وانا شايفها طبعا في جماعة المحافظة بس انا باتكلم عن المحافظة بتاعت يعني اللي انا عايشة فيها اقول لحضرتك اهو ما سابش مكان في مصر اسمه ما وصلوش يد التعمير مفيش طريق الا وميش فيه السيد الرئيس يشكر على كل ما هو يقدمه مصر وننتظر منه المزيد يعني في عز الجائحة دي هو بيفتتح مشاريع قوية ومشاريع تنموية كبيرة جدا اه ان شاء الله احنا دلوقتي عايزين نتكلم اه معي اضيفة مع حضرتك يعني اه عزيزة جدا نموذج مشرف جدا جدا للشباب المبدع المتميز اه انا بناوح عنها لان ان شاء الله احنا حنبتدي ان شاء الله نطلع دلوقتي فاصل ونرجع تاني مع الدكتورة رندا عباس اه اضنا من الفاصل بنبتدي النهاردة نرحب بدكتورة رندا اه احب اعرفكم بها الاول اه دكتورة رندا عباس اللي حاصلة على الدكتوراه في القانون الجنائي اه وحاصلة على 180 شهادة تأدير من مختلف دول العالم شاركت في 25 مؤتمر دولي ومحلي وكمان تم تكرامها 7 مرات كنموذج مشارف لشباب المبدع المتميز برحبت بك جدا يا دكتورة رندا اه انا بحضرت شرفتيني جدا في البرنامج بتاعنا اه اه في البداية انا مش عايز اتطرق على طول موضوع 보여ruck دلوقتي بات في الواقع العدة يعني عايزة عرف منك سرتك ازاتية كلمني عنها عن تجربتك الدراسية والعلمية انا خريجة 2011 كلية حقوق جامعة الاسكندرية جامعة دي انا بعتز بيها جدا انا ببساطة شديدة بعد التخرج عملت دراسات عالية ما سبتش فاصل بينهم حاولت ان انا اسعى في كل حاجة بتقربني الحلمي وتقربني الكريل اللي انا نسي اوصل له خدت لغات كتير وكنت بسافر اشارك في مؤتمرات دولية وبساق برضو مؤتمرات في مصر حاولت ان انا اخد كل حاجة بتقربني من الحلم بتاعي ازاي دورات القانون والسياسة عملت دبلومات في العلم سياسية عملت حياة سياسة فحاولت ان انا اجمع قدر كبير من العلم في فترة قصيرة بس ده بيختصار شديد طب احنا مش هايزين اختصار انا عايزين نبتدي معاكي بقى من اول ما داخلتي الكلية كده قوليلي كده ايه اللي خليكي تدخلي ايش معنى القانون الجنائي يعني من صغري بحب الاكشن شوية يعني بحب الحاجات الجنائية عموما انا كنت فى بحب اتفرج على افلام فيها الليه البوليسية الجنائية انا بحب الكريه زي بحب جدا التخصص ده زي انت ما يليل وانا او الاكتر ان انا كان عندي حلم ان انا يكون البحث بتاعي نقطة مميزة يعني ماكنش حابة ان انا اعمل حاجة اقليدية وفعلا الحمد لله ده قدرت احققه ان انا كنت اول بحثة مصرية ايه سوري جهاز باصمة المخ تمام حتى انا في كزا لقاء برده ان انا اول حد اتكلم عن جهاز باصمة المخ تمام كباحثة فى مصر يعني جهاز باصمة المخ فى المهالى اكتر يعني لا انا مش فهم ايه قلت حاليك وعالرسالة الدكتوراه بتاعتي باصمة المخ ودورها فى الاثبات الجنائي تمام هو ده الجهاز اكتشفه عالم امريكى بيلعب على ترددات بتاعة المخ تمام هو بيكشف الجريمة يعني بس بنسبة 100% يعني هو حاجات علمية يعني عشان ما اخدش وقت فيه وانا كان فيه حلقة كاملة كنت بتكلم عنه تمام اصدقى ان احنا ممكن نكتشفه الجريمة من بصمة المخ او ده كان كصة يعني فانا كنت اكتر حاجة مفرحاني والحمدالله حققت حلمي فيها رغم ان الناس كتير كانت بتتحداني ان انا كنت حابة ان اكون اول بحيثة فى جامعة اسكندرية بالتحديد يعني فى المجال ده طب سؤال بقى هل هو فعلا بصمة المخ دي كل شخص ليه بصمة مخ غريب تانيه او حقيقي او بصوا ما كانتش متداول فى مصري يعني وقت حتى الدكتور اللى كان بيرشرف على السادة بتاعتي كان اول مرة يسمع عن الجهازة او انا بصراحة لذا انا هعرف فيها بقى ان شاء الله طب عايزة بقى عايزة تكلمين عن محطات حياتك استعاب لوجهتك فى الفترة دي ازاي ادتي تتغلب عليها الاول طبعا عايزة اعرف استعاب اولا كنت كل خطوة فى حياتي بيواجهني عقبة وعقبة شديدة جدا خصوصا من اقرب ناس ليه اصحابي اول حاجة خالص لأسف اللى انا كنت باعتبارهم اصدقاء يعني طبعا حاضرتك عارفة ان اي حد بيمشى فى كاريري النجاح لازم يقبله تحديات بس انا دايما كنت بتغلب عليها اولا طبعا بتواكل على ربنا سبحانه وتعالى وتانى حاجة ان انا كان عندي ارادة وعزيمة جدا ان انا اوصل لحلمي مهما ان كان وفعلا الحمد لله قدرت اتغلب على ده بس فعلا مريضت بحاجات صعبة جدا جدا يعني ممكن تخليني اقف فى طريقي وما كاملش مستقبلي بس الحمد لله ربنا عالدهالي يعني يعني تقدري تعادر يعني افهم منك ان ملاستعبض وتحضر ده هو اول حاجة صحابي اول حاجة الاسف هو بس حضرتك وما فيش حد بيبقى ناجح من غير ضريبة لنجح مستحيلة فانا كنت عارفة ان انا بدفع ثمان بدفع ثمان حاجة ايا كانت بقى هتبقى ثمان خاقي بس اهم حاجة فى الاخر ان انا اوصل لحلمي والحد ده كان عندي اصرار فى حلم ده خصوصا ان السنة اللى فاتت يعني السنة فاتت كنت فى اخر اللقاء حتى برضه كان فيه نفس قريب من السؤال ده فانا من بعد اللقاء ده اتعرضت الاضعاف اضعاف الصعاب اللى انا كنت بواجهها والحمدالله برضه من حد اللحظة دى يعني وقف على لجلي وقدر اعديها ولسه ان شاء الله هعديها لانا عندي حلم مش هتنازل عنه الحمدالله ليه ان طبعا يكون عندك حلم ان شاء الله كلنا عندنا احلام بنحاول نوصل لها عايزة برضه اسألك يعني انت تنصحي شرافك انا شايفة فيه يعني حالة كده الفترة اللى فاتت دى كل مقابل حد طبعا مع موضوع فيروس كورونا اكيد وغير موضوع فيروس كورونا الناس كلها متضايقة تقولك انا عندي احباط انا حاسس بفشل انا مش عارف عدد اللى احنا فيه طب يعني يعملوا ايه طيب قوليلي عشان ينجحوا عشان يستفيدوا من تجربتك ايو والفترة اللى فاتت اصلا يعني لو فعلا كان حد عنده حلمة وعنده طموح قوي الفترة فاتت طبعا كان احنا عادين فى البيت يعني بالنسبة تسايم فى المياه كان ممكن يستغلوا جدا الوقت دى ان هما يأهلوا وان نفسهم يتواروا من نفسهم اكتر فيه ناس كتير جدا بتاخد المحنة بتاخدوا بصورة سيئة بصورة سلبية يعني الفترة دى انا تعلمت حاجات فى فترة كورونا دى بزدات انا تعلمت حاجات كتير يعني انا فى كارير حياتي حاولت ان انا اطور من نفسي استغلت كل وقت انا كنت قاعدة فيه فى البيت بدل ما اقعد ان انا ابقى خايفة من المرض او خايفة ان انا ايه البكرة حيحصل لا انا اتوكل عى ربنا ان كده كده ربنا كده اكيد بيضا خير فى كل احوال واكيد ربنا ليه حكمة من المرض دى اكيد طبعا فانا دايما بنصح للشباب ان هما ما يدعوش وقتهم ودايما ان هما يسعوا للافضل ودايما ان هما يحققوا كل حاجة هما بيتمنوها وما يبصوش ابدا لورا ولا يسمعوا لأي حد نهائيا ما يسمعوش لأي حد بيحبته مني الحاجات سلبية دى دايما انا بنصح يبعدوا عنها تماما لان الانسان لما بيجي ينجح هو اول ناس وقفت فى طريقهم اول ناس هيتمنوا ان هما يرجعوا يكلموا تاين قصدك ان احنا دايما المفروض ان احنا كلنا حتى شباب او اي حد يعني ياخد الجنب الايجابي ويسيب خلص الجنب السلب اكيد طبعا اكيد عشان يقدر يكمل حلم نا يا السلبية دى اصلا بتأثر على طاقتي انا لو قاعدة مثلا مع حضرتك كنتي بتكلمينه حتى لو ما عارف كيش وحضرك بتتكلمي فى اي حاجة سلبية تلقائية اللى انت بتنتصي من الطاقة بتاعتي دى عالميا فمحاولش على قد ما اقدر اسمع الحاجات السلبية على قد ما بقدر طب انت ازاي يعني قدرت تحلم في حياتك وقدرت تحولي الحلم دى الواقع ملموس انا بقول لحضرتك يعني هو انا عانيه دا شوية انا صممه اه جدا ولما حط حاجة فى دماغي يعني بتاكل ع ربنا اكيد طبعا بتمنى ان انا احققها وبسعى عليها فهو السعير كل مكتهد النصيب انا تعبت جدا في حياتي انا تعبت جدا يعني انا كان في فترة علي من الفترات دايما بحب اذكرها كنت يعني عايز ااخد حاجة معينة برضو لكارير حلم يعني بدون ذكره حاليا انا كنت بروح تقريبا يوم او يوم لا القاهرة كنت بسافر يوم او يوم لا لمدة اربع شهور طبعا دا كان ارهاق علي فضيع بس انا في الاخر كنت شايف حاجة واحدة يعني مش حاسة بالتعب حاسة ان هي محطات فى حياتي مش حاسة بتعب عشان انا عارفة اللي في وقت انا حوصل حنزل خلاص من الاطرد التعبات اللي انا رجبها دا محطات هو ابعدي بيها وفي الاخر انا حوصل الحلم اللي انا عايزة وانا قربت لي ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني بس انا بتواكل ع ربنا وفي نفس الوقت انا قول ربنا بس يساعدين ان شاء الله ان شاء الله احنا كلنا متمنالك طبعا كل خير ومزيد من النجاح هل في احلام مستحيلة؟ لا جيبة سريعة لا مش حاجة فى مستحيل يعني هل انا مثلا لو شايف حلم بعيد قوي وحاجة جندق وحطيت مثلا حاجة ان انا ممكن عايزة اوصل لها بس حاجة يعني اي حدا ممكن يقابلك قولك انت بك اصداري يعني في ان انت احلامي اذا انت بيقابليني مثلا قابلوني كتير او يعني طبعا اكيد قالولك كده وحققتها ولما جيت قابله مقابلونيش مقابلونيش يعني مقابلتهمش بقى دلوقت او او انا مش حققتها خلاص فيش حاجة انها مستحيل ربنا اقدر على كل شيء هو الفكرة كلها ان حضرتك بتحطي خطة ولازم تكون خطة واضحة وخطة مدروسة مش عشوائي عمري فحياتي ما احط يعني حبق في كل مجال شوية وانا حوصل مفيش حاسمها كده المفروض ان انا احط بلان لكل حاجة بوقت محدد اقدر اوصل فيه ولازم ادي نفسي كمان مساحة في البلان دي ان انا اوصل لحاجة دي بس ما فيش حاجة مستحيلة قبدا مع ربنا لو ربنا موفقنيش في الحاجة اللي انا سعيت ليها بعد ما بعمل كل اللي علي بقى ربنا مش كتب لي خير فيها بس لها مش مستحيلة الصعب ومستحيل ده بيتنشأ جواي انا يعني انا لازم عندي ايمان داخل قبل يعني انا لازم اصدق نفسي عشان اللي قدامي يقدر يصدقني مبقاش انا عارفة ان هو صعب وقدق يعني جوايا مهزوزة عمر اللي قدامي ما هيصدق حلمي لازم انا اصدق لقومي انا اللي بوصل ده للقديم اكيد بس يا ربي وفقك ونتمنى للك كل نجاح زايد وتوصلي لأقصى احلامك يا ربي ان شاء الله حرجع تاني الساعات المستشار عايزة اسألك عن حاجة كده بس يعني قولي كده رأيك في رندا كنموذج يعني لشباب المصري يعني رأيك فيها ايه؟ والله انا سعيد جدا من جماعتني الظروف ان انا اقعد تقدم انسانة طموحة للدركة فعلا هي اثبتت ان مفيش يأس مع الحياة مفيش حياتها مع اليأس انها قبلت صعوبات بابتسامتها وتصميمها انها تقدر توصل لعلمها ولسه بتكمل حتى لسه ما قالتش ان استكفيت لا بتقول انا هكمل وهوصل تاني يعني بتقالي ان دكتورة في القانون الجنائي وطبعا كلنا عارفين عن ايه قانون جنائي وتوصل وتاخد فيه دكتورة وتعمل رسالة غريبة علينا كلنا انها بصمت العقل فبديت بصراحة ربنا يعني انا بقولها كملي وان شاء الله ربنا هيديكي مبتغاكي وانا لو اقدر اسعيدها باي شيء اسعيدها لانها بصراحة ربنا انسانة طموحة وانسانة الواحد يعتزى بيه ياريت الشباب يعتزى بيها بأمانة يعني بإذن الله الفترة الجاية اكيد انا بس برضو كنت عايزة اتقال حدثك عن التعليم احنا شايفين الفترة اللي فاتت دي كان فيه يعني كذا مشكلة في التعليم موضوع الدروس الخصوصية اللي كنا بنحاول ان احنا مخفيفه الفترة اللي فاتت السناتر الكلام ده يعني رأي حضرتك في الموضوع ده هنقول لحضرتك كلمتين في الموجز بس اني سيد الرئيس بيحاول يشيل عن كهر المواطن عبا كتير منها السناتر ويكلف السادة المحافظين بنفس الموضوع ولكن فيه وكلاء لوزارة تربية والتعليم بياخدوا الموضوع عن طريق خطأ يعني مثلا دلوقتي انت شايفها ان الجائحة اللي احنا فاريت خلت المواطن عنده عازم فانتي تحاربي السناتر وتخليها تبقى جوه المدرسة بس ما تخليهاش بسعر اعلى يعني مثلا في الاول قاله تسعين جنيه بعد كده قاله تربعين جنيه طب انت قلت التسعين جنيه الاول طب ومين المدرس اللي يشتغل معاك في الارباين طب ما المدرسين قاله لأ مش هنشتغل عازين ستين في الحصة طب ينفع طب هو انا كده بخفف عن كهر المواطن ولا بزود عليه فيعني نرجو بس من السيد الوزير طبعا هو مش مخلي على جهد جهد انه هو يتابع بس نتمنى منه انه هو يتابع اكثر لان فيه وكلاء وزراء معلش ما بيقوموش بدورهم زي ما هو ينشد من ذلك طبعا انا بشكر حضرتك جدا جدا شرفتني جدا في البرنامج شرفلي انا بشكرك جدا جدا يا رمضة في جالد دكتورة رمضة يعني مش قادر اقولك انا سعيدة بكم جدا جدا في اول حلقة ليه على الهوى بشكر طبعا ادارة قناة صحة والجمال وجميع القائمين عليها بشكر الكاتب الصحفي شريف شعبان صاحب فكرة البرنامج ومديره ومدير تحريره وبنقول لاستاذ المشاهدين ان الحلمنا مستمر وانتظروني لفترة الجاية الحلقة الجاية مع حلم جديد في برنامج حقق حلمك معين